موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مستمعين الكرام نحييكم في برنامجكم الأسبوعي برنامج رمعة لنواصل معكم هذا الجسر من الألغاز ومن الأدب ونسعد دائما وأبدا بتواصلكم معنا في هذا البرنامج على الأرقام التالية 5-4-1-8-1 5-4-1-8-1 ونسعد دائما بتواصل الجميع سواء كان من داخل قطر ولا من الخارج فهذا برنامج الجميع وقناة الجميع وحييكم وأكرر الترحيب والتحية بكم مشاهدينا ومستمعين الكرام ويطيبوا لي أيضا أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة بداية مع الشاعر والإعلامي علي أبن محمد بن رحمة حياك الله يا أبو محمد الله يبقيك أبو ثامر الله يمسيك بالخير والربع والمشاهدين يا مرحبا ومسهلة أيضا الترحيب بالشاعر سعيد القرني حياك الله أبو عبد الرحمن سعداء بتواجدك الله يبقيك أبو ثامر يمسي عليك وعلى الربع والمشاهدين الكرام يا مرحبا ومسهلة الترحيب أيضا بالمبدع دائما وأبدا علي ابن دهما حياك الله يا أبو سعيد الله يبقيك أبو ثامر وعليك زود والسامعين يا مرحبا ومسهلا الكنترول ناصر الزعبي أبو حمد أيضا يتواجد معنا ليستقبال اتصالاتكم وكذلك رمعاتكم والتي نتمنى أن تكون صحيحة من أول رمعة ونتمنى أيضا أن لا تفضى البطارية في هذا المساحية الله أبو حمد الله يبارك فيك أبو حمد يقعرف المجلس عن مجاهدين الكرام ويشدون حيلهم يشدون حيلهم للغاة الصعبة يعني والله فيها الصعب وفيها على حد الصعب وفيها على حد الصعب بمعنى أنها تتراوح بين الصعب وكذلك المتوسط الترحيب بالشاعر لحدان ابن صباح الكبيرسي الله يحييك أبو ثامر مرمسي عليك وعلى الأخوان وعلى المشاهدين وإن شاء الله في متناول الجميع إن شاء الله كلها في متناول الجميع كلها مدم نعرضها لا أنا أتكلم على الحل الحل يعني فيه وفيه فيه السهل؟ يمكن يمكن سهل واحد فيه سهل واحد خير طيب نفس الموضوع تكرر معي ومع علي بن محمد والرحمة درستك من 13 سنة ويا خسارة هذه الدراسة التي ذهبت مع مهب الريح أعطاني لغز أيضا والحقيقة ما قدرت أوصل للحل وكل ما أعطيتها رمعة يعني يتولاني بالنقد اللاذع والله من المحبة الله يرفع قدرك يا أبو محمد على أساس الطالب المجد ودكنا على سكة وحدة صحيح بس أبو محمد يقول أنا هذا لغز جديد فكرة جديدة فكرة جديدة يعني أنت ما درستني فكرة جديدة هذه صح ولا لا يا جماعة هو أصلا طال عمرك حتى يعني الأفكار تختلف ومراحل فالواحد جلس مدة على الغاز وطريقة الدخول على الغاز ما عادي أصحب عليه أنا حاولت أدخل من كل صوب من كل طرف ولا جاري طريق لا بس المهم والله هذا الموفق الله أبو محمد المهم هل مثلا لبينت هنا هل الفكرة الجديدة معلومة للجميع أي معلومة بس هنا المهم معلومة لأكثر الآن نريد أن يطرح اللغز على الهواء ونرفع اللغز للحلقة القادمة وقد تكون الحلقة القادمة هي آخر حلقة في برنامج رمعة لذلك يرفع اللغز للحلقة القادمة بس عطل اللغز أمان بحافظة والله طيب بنحاول المنتج نحاول إن شاء الله نكتمع ونعطيكم يا مشاهدين ومستمعين الكرام وبإذن الله يطرح لكم ونستقبل رمعاتكم في الحلقة القادمة بإذن الله خلونا الآن نطرح لكم اللغز الأول في هذا المساء إن شاء الله يكون في متناول الجميع أنا أشوفه هو أصعب الغاز هذه الحلقة ولكن إن شاء الله يكون هناك من يستطيع الوصول للحل أبو حمد اللغز أبو ثامر والمشاهدين الكرام عندها طرف صواء وإش الثنين اللي تساوهوا بشكله متناحسين وهذا أجمع الكلمة في اللغز متناحسين وهم على سطح واحد متساعدين في الأمل طول أمرهم هذا مع هذا لابده يساند إعادة وإش الثنين اللي تساوهوا بشكله متناحسين وهم على سطح واحد متساعدين في الأمل طول أمرهم هذا مع هذا لابده يساند عندك أيوة إش الثنين اللي تساوهوا بشكلهم متناحسين متناحسين وهم على سطح واحد متساعدين في العمل طول أمرهم هذا مع هذا لابده يساند يساند إذن هذا هو اللغز الأول مشاهديننا ومستمعيننا الكرام نتمنى أن يكون في متناول الجميع أبو محمد والله طال عمرك اللغز فيه يعني مبني بني صح صح لسانة وفيه المفاتيح لكن أنا عندي تحفظ على الشطرة الأولى في اللغز و 6 يساند وسط وسط أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صمت لعمرك حمرك ما يكصر والله يشوف أنها صعب 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 أبو سعيد حلا ترى أنا رمعت اللغز هذا حليته؟ نعم لكنها تعطيه وسط أنت حليته أبو سعيد وتعطيه وسط تعطيه وسط ولا صعب ولا صعب لكنها تعطيه وسط طيب اللي بيدرس اللغز بو سعيد يقدر يوصل للحل لها رمعة ثانية ولا رمعة واحدة رمعة تدي على بال الواحد أعطيه صعب طيب لحدان أعطيه صعب أعطيه صعب صعب أبو حمد أنا مع أجاري مع خالي مع أجاري مع خالي أنت كنت في البداية أن هذا صعب لا هذا رأيي في البداية أنا هونت؟ يمكن أخير أجار مع أجاري صعب طيب ممكن لغز هذا أنا يعني بعد ما ينحل اللغز أو داع بقول لك أنا وين الشطرة الأولى طيب ما عندنا مشكلة أكيد الحق ما تروك إذا قد انحل مسموحين أي كيف يفهمها الواحد لا لا بس هو أنا معك لكنهم هم فعلا متساوين في الشكل يعني الأغلب طيب أنا خالف طيب إن شاء الله تقدرون تحلونا أبو أبو سعيد نبي نعطيهم وقتين أبو سعيد إن شاء الله عطنا جرة ربابة بحلونا إن شاء الله شكرا 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 موسيقى 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 اشتحياري لا رابرت الاسعار رجلني لشان الزماني طيب موسيقى اشتحياري لا رابرت الاسعار رجلني لشان الزماني طيب موسيقى 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 عدناها الأسبوع صحيح نعم عدناها القصيدة الأسبوع هذه فيها حكمة بيض الله وجهك هلالي طرقة هلالي ممتاز والقصيدة ممتاز بيض الله وجهك شهدناك تملة العناصر بيض الله وجهك طيب نرجع للغز الأول ونرجع للمتصلين احنا طبعا ما نأخرهم لكن نعطيهم وقت انهم يوصلون للحل ننتقل عليكم السلام ننتقل الى الاتصالات أبو بحمد أول المتصلين محمد مرحبا يا محمد مرحبا الله حيا يا مرحبا 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 رمضك يا محمد رمضي مساحات السيارة سلام عليك سمعوا مساحات السيارة غير صحيح طيب هذه هو الرمضة أختنا ريوف مرحبا يا ريوف من الممتة العربية السعودية مرحبا مرحبا الأقواص أقواص الجملة وش هي؟ أقواص وش هي ريوف وسمحتي؟ أقواص الجملة أقواص الجملة أقواص الجملة شكرا أقواص الجملة أيضا غير صحيح طبعا جاتنا أول رمعة مساحات السيارة غير صحيح أقواص الجملة ثاني رمعة غير صحيح ثالث رمعة من مشعل مرحبا يا مشعل سلام عليكم مرحبا الله يجيك وسلمك كفة الميزان كفة الميزان غير صحيح كفة الميزان أيضا غير صحيح يا مشعل نورة مرحبا يا نورة السلام عليكم مرحبا أنا أقول الباب الإلكتروني غير صحيح الباب الإلكتروني الطبقتين طبعا أيضا غير صحيح طبعا كم معنا في البطارية هل في ريال ومعه حور مرحبا يا حور حور أيضا من المملكة العربية السعودية مرحبا يا مرحبا حجر الرحة حجر الرحة غير صحيح حجر الرحة أيضا طبقتين وغير صحيح وآخر خمسمائة ريال في البطارية مع أخونا مبارك مرحبا يا مبارك شلام عليكم وعليكم السلام إشارة السيارة إشارة السيارة يقل إشارة السيارة ويمين إذا انفضت البطارية نعم محمد ومبارك تقريبا هم أقرب اثنين للحل يعني هو في السيارة فهم في إطار الموضوع هذا مساحات السيارة قلنا لا أقواس الجملة قلنا لا كفة الميزان لا أنا في شطرات مساحات السيارة هذه تبعد عن كل رمعة لا وفي شيء يبعده على السطح أدرك ما هو على السطح بلا على السطح باب الإلكتروني المساحات على الجمب المساحات الأمطار طيب مساحات الأمطار من يب على السطح على الجنب على سطح لا لا على الجنب يعني قدامك المهم الحل أي وفي نفس الوقت أيضا اللي بعده بعد الحل حل اللغز لا ما نريد حل اللغز أدع أنجدك أرجع بحليت طيب حطنا الحل الحل أصابع البطارية أو سبعين البطارية سبعين البطارية اللي تجي على البطارية الموجب والسالب مثلا أحسين لا نعم لو تواصلوا يضبون شوك لا يتفهم هذا صح مثلا أحسين ساعدين في العمل وفي عمرهم لو واحد ما اشتغل البطارية ما تشتغل هذا مع هذا لابو الديسان ده أبو محمد الأول اللي تساوى بشكلهم هذا أشود وده أحمر لا لا هو الشكل ما قال اللون الشكل الحجم ما هو بعض الناس بيروحوا للشكل لا لا هذا أشود وهذا أول اللي بيوصل لفبرا لا 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 الحمار ما هو في البطارية لا 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 أصلا أنت أول ما تشتري البطارية ما فيها الأحمر ولا أسود لا عليها بلاستيك هذه عندك بس بلاستيك والبلاستيك حتى البلاستيك الموضوع غطى أحمر وغطى عشو ما أدري بس لا هو يكون الشكل ولا أصابع الاثنين واحد أشود وواحد ما لا علاقة اللون هو ما قال اللون بس البلاتين هنا بيروحوا البطارية الجديدة البطارية الجديدة البطارية الجديدة اللي بيركب فيه هذا هذا بتسوين نفس الشكل صح نفس الشكل اللي بيركب فيه الوان تكلم ألحاج لا لا صحيح بس ومحمد راح للألوان أحيانا تأتي أبيض وأحمر أليه اللون أصابع أصابع البطارية نعم هو راح للألوان واحد أشوة واحد أحمر صح هذا الواير نتكلم على الواير ما هو الشكل على الأصابع صح هو على أوروس البطارية على أوروش إثني ثنين إيه إثني مترين هذين آه أنت رحت لأبيض رأسود إثني اثنين لا لا هو أصابع البطارية مثني إثنين الموجب والسالم لكن المساحات قلنا انها قريبة لأنه راح الاثنين لكن المساحات مهم متنع حسين هذا اللي يبعد بعض لا بس مش متنع حسين ولو اقربت واحدة هنا يبعده متنع حسين يبعده هو الجزئية اللي بعدت الموضوع مثل ما قال ابو محمد متنع حسين هم على سطح واحد اي لا واضح حطت بين أماير و برمو الشرط البطارية صح متساعدين في العمل طول عمرهم هذا مع هذا إشارة السيارة ايضا مهم متنع حسين هذا في طرف وهذا في طرف لذلك اللغز كان راكب بشكل صحيح جدا ولكن في زاوية لا والله مو في زاوية هم قربوا ما في غيره هم قربوا لو خدوا متنع حسين هذا بمفتاح وهي أجمع شاطرة في عقابة متنع حسين متنع حسين خلاص عطاك الموجة أبو السالب باير مفتاح نعم صح صحيح عموما فضلت البطارية مع اللغز الأول إن شاء الله اللغز الثاني ما تفضل البطارية الأراء لحدان لغز الثاني المستوى الثاني سهل سهل بوحمد الثاني جميل يمكن أجمل الغاز وأعطيه متوسط طيب إذن بين السهل والمتوسط بين لحدان وبين أبوحمد بس لا أتأخذ رأيهم لا أأخذ رأيهم بعد الفاصل لكن أنا أشوف اللغز إنه صعب مو بسهل يعني يحتاج لأيضا تركيز أقل من صعوبة اللغز الأول ننتقل إلى فاصل بعد الفاصل نعود لنستكمل معكم هذه السلسلة من برنامجكم الأسبوعي برنامج رمعة حياكم الله مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل نتناقش في اللغز الثاني أنا قلت أنا ما أتوقع أن اللغز هذا ينحل وبسعيد قال راح ينحل من أول رمعة لحدان قال راح ينحل من أول رمعة أبو عبد الرحمن يقول اللغز صعب ومستحيل نفسه مستوى اللغز الثاني ولكن أبو حمد هو الوحيد اللي يعطاه متوسط أبو محمد ما أخذنا رأيه بنطرح اللغز بعدها بنروح لأبو محمد عطنا اللغز يا أبو حمد ونتهم اللغز أبو ثامر المشاهدين الكرام والربع المجلس يقول أبو ينشدك على الرجل من أول ومن تالي يحدد على القمة يحدد على القمة مكان أنه يناسب له وينزل على اللي عند من ينقل غالي على المطرح اللي في مكان يحدد له إعادة أبو ينشدك على الرجل من أول ومن تالي يحدد على القمة مكان يناسب له وينزل على اللي عند من ينقل غالي على المطرح اللي في مكان يحدد له نعم أبو ينشدك على الرجل من أول ومن تالي أبو ينشدك على الرجل من أول ومن تالي يحدد على القمة مكانا يناسب له وينزل على اللي عند من ينقله غالي على المطرح اللي في مكان ما يحدد له يحدد له هذا هو اللغز الجميل الثاني بوحمد يقول اللغز هذا جميل ولكن يعطيه متوسط ابو محمد وينزل على اللي عند من ينقله غالي هنا لازم يركزون على اللغز هم بركزون على كل أشطر اللغز اللغز نتوقع أنه مكشوف مكشوف سهل برد الرحمن سهل اللغز إن شاء الله ينحل أولا حدث ثاني أبو عبد الرحمن غير طالي يقول خالف طرف أنا قلت له قلت له غير أبو سعيد يامر أبو سعيد يامر اللغز سهل لحدان قبل الفاصل غير لك سهل سهل أتيمكن غيرت رأيك الرب غيره رأيهم يمكن أغير رأيي أتغير رأيك متوسط طيب عموما أنا أشوف اللغز صعب أبو حمد يشوف اللغز متوسط أخواننا الكبار الباقين يشوفون اللغز أنه سهل وفي متناول الجميع أنا أستبعد أن يكون في متناول الجميع لكن قد يكون هناك من يستطيع أن يصل للرمعة لحدان جاهز قصيدة جاهزة أبيات من الحكمة للشاعر سعيد بن سالم البديد المناعي رحمه الله توكل على الله يا لحدان يقول الشاعر سعيد بن سالم البديد الله يرحمه قدم لنفسك قبل دورات الأفلاك من قبل لا يأتيك من لا يخليك للآخرة قدم وعمر الدنياك وقنع بموجودك عن الناس يغنيك أثر المنية وين ما سرت وياك في وين ما تنوي تراها تباريك تباريك حافظ على التقوى ترى الدين يحماك واصبر على أمر من الله يأتيك السلام السلام يقول قدم لنفسك قبل دورات الأفلاك من قبل لا يأتيك من لا يخليك للآخرة قدم وعمر الدنياك وقنع بموجودك عن الناس يغنيك وثر المنية وين ما سرت وياك في وين ما تنوي تراها تباريك حافظ على التقوى ترى الدين يحماك واصبر على أمر من الله يأتيك الله يأتيك الله يغفر رحمة الله تجاوز عنا وعنا ولد في مدينة الدوحة سنة 1334 نشأ في مدينة الدوحة وكتب في مختلف أغراض الشعر عمل في مهنة الغوص ومارس الطب الشعبي أيضا وله ديوان البديد نعم انتقل إلى رحمة الله عام 2000 ميلادي له ديوان واحد بس لحدان إلا عرفة ديوان واحد ما في غيره نعم عبدالله منتجنا العزيز يقول له له عدة دواوين ما أدر بس أنا عرفة يقول عنده الجزء الثاني والثالث ويقول حتى أيضا هناك الجزء الرابع ما مر عليك نعم أبو محمد قصيدة قصيدة أرشادية توجهية أرشادية نعم يعني ما أخلى شيء الله يرحمه في الإنسان يعني المنية ما يدري متى يعني يومه صحيح فيقول له يعني مدى منك أنت راحل لازم تقدم من نفسك من الخير ما يشفع لك بعد ما ماتك شو من البداية تقدم من نفسك قبل دورات الأفلاك اللي هو قبل لا تجي منية الإنسان صحيح قبل أقنع رحمك للآخرة قدم وعمر لدنياك يعني وقنع موجودك من الناس تكون رجل دنيا ودين صحيح يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا أكيد وقنع إن موجودك عن الناس يغنيك يعني يخلك بنوع صحيح نعم القناعك ينزل لا يفنع لا يفنع يعني اللي في دين الناس صعب أثر المنية هوين ما سرت وياك وياك وخلك حذر يعني إن الموت يأتي فجأة حافظ على التقوى حافظ على التقوى ترى الدين يحماك واصبر على عمر من الله يأتيك يأتيك وين القضاء والقدر القضاء والقدر والاقتلاء يصبر عليه الإنسان الجازة الرشادية بالأجربين لله رفيع والله من الأسماء اللي عرضنا لك هذا قصيدة نعم في برنامجنا ولكن مهما عرضنا يعني لن نصل لمستوى هذا الشاعر من الإبداع والتوجيه والإرشاد وأغلب قصائدة كلها توجيهية إرشادية وأيضا في الغوث له العديد من القصائد رحم الله الشاعر البديد وغفر الله لنا وله بإذن الله طيب الآن حنا ممكن تناقشنا في حلقة من الحلقات عن أسس اللغز صحيح صحيح وقلنا اللغز يجب أن يكون متكافئ في البيتين صحيح ما يكون في حشو ما يكون في الأفضل الأفضل والأقوى الأفضل طيب أنت مثلا الغازنة الموجودة ممتاز اللغز العثنية اللغز العثنية في بيت واحد لا ما هو في بيت واحد لا في بيت واحد بس ما يمنع في بيت واحد في بيتين بيشوف بس خله يجي بس يجينا لأني ماني بحافظة والله غيبة ما يمنع أنا خلي أعطيتها المخرجة يعني زين أقول ما يمنع إذا اكتملت اكتمل اللغز في ثلاث سطحات متكامل ما يمنع بيتين كلها في صميم الله والله إذا طلع فعلا أنها متكاملة صراحة دراستك السنوات اللي راحت بالنسبة لنا راحت خسارة لا ما عليها نعوض نعوض إن شاء الله نبدأ من جديد صحيح 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 مر طبيعي صحيح تذكر انا تقول ممكن أسبوع الجاي آخر شي عندنا ايه إذا عطلتوا في القناة ابدوا في الكورس الجديد خلاح ما تعطل بس البرنامج لا أنت بالبرنامج أقول البرنامج إذا عطل قلتوا في القناة هنا أخذ لك كورس جديد تيجي الدورة الجديدة مع أبو محمد مع أبو محمد الدورة الجديدة إن شاء الله رسلت لكل لغزة ما قدرت تحله والله أنا حدفت عليه بس ما دريم كله أمشكا إذا رحلقت موب عندك يقول لك صح ولا خطأ طيب أرسلت له أي يوم عجزت أنا استند عليه ما عليك منه لو أنه وصل إلى الهدف وعنده حلوعة 90% كان كلم عنده حلوعة كان كلم أنت حليت ولا ما حليت أبو حمد ولا ما أعلم هو أنا حليت ولا لا يعني أنت عندك رمعة طيب لش ما أعلمتها عشان نقوله تحت الهواء نناقشها أبده يمديك طيب عموما إذا كان إذا جهز اللغز معك عبد الله منتجنا العزيز جاهز طيب عطنا اللغز طبعا هذا اللغز ما هو باللغز هذا اللغز ينتقل إلى حلقة الأسبوع القادم بإذن الله عطنا اللغز عبد الله تسمح لي أقرابو حمد يتفضل أي يقول تلقاه بعض أحيان أبيض وشفاف بعض أحيان مهو بدعية أي وما يلقى إلا بعد ما فات دوره الشكل معروف وهو نادر أو صاف والناس ما هي تعرفه وناس ما هي تعرفه وناس ما هي تعرفه قلت مع دوره قلت مع دوره قلت مع دوره زين نعم هذا وناس ما هي تعرفه هذا ما يعتبر من اللغز تكملة للشطر نعم نعم إلا تلقاه بعض أحيان الثلاثة أبيض وشفاف ما هو الشاشة اللي حاب يشارك معنا حاب يشارك معنا الحلقة القادمة يصور الشاشة تلقاه بعض أحيان أبيض وشفاف وما يلقى إلا بعد ما فات دوره هالشكل معروف وهو نادر أو صاف وناس ما هي تعرفه وناس ما هي تعرفه قلت مع دوره قلت مع دوره طيب هذا اللغز للحلقة القادمة أنا ما حليتها أنا عرض علي يمكن قبل يومين وللأمانة ما قدرت أوصل للحل حاولت ما أدري ليه لكن أبو حمد مية في المية يعرفه أبو حمد يعني أني يعرف الفكرة يعني المعنى مو بأنني أحليت اللغز ما بشرط أني أحليتها لكن هذا الرجل أنت عارفه أبو عبد الرحمن أحرفه لكن الشطر أي رجل هو هذا اللي في اللغز ما نسأل على الرجل مدكر ما هو مدكر أبو محمد طيب يعني كان بتقول هذا الشي ما هذا الشي أنت قلت هذا الرجل يعني في حياه يا رجل أي شي مدكر نقول ويش رجل طيب طيب خلاص أنا بحقق قريب طيب خلوني يرجع الشطر الأستاذي فيه اللي هو لا لا أبو محمد لا لا أنا أقول الشطر الأول واضح هو اللي هو شفاف راح علينا ترى أنا راح علينا لأنه يقول بعض أحيان تلقاه بعض أحيان أي أبيض وشفاف أنا ركز لا هو شكله أبيض وشفاف طيب ويلقى بعض أحيان طيب بعض أحيان يعني بعض أحيان ما نحصل ممكن عموما خلونا نرجع للغز الثانية بنشدك على الرجل من أول وتالي أول متصلين حامد مرحبا يا حامد مرحبا يا شك الله بالخير مرحبا وما السلام يا رب أنا إجابة ما أدري باللهجة هل تضحكم ولا لا اللهجة يا شون اللهجة ما فهمتك حامد لا إذن كلمة بي شون آآ الإجابة لا لا هو هو اللغز يعني الكلمة إجابته كلمة عادية جدا الزراف اللي على الجنبية راح الجنبية الزراف اللي لا لا بعيد يا حامد الزراف مقبض الجنبية طيب عفرة أو مقبض الجنبية عفرة مرحبا يا عفرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بالخير رمز الصقر والوكر الصقر والوكر الصقر والوكر السماوي والوكر إذن رمعتنا حدفت بها عليهم من اللغبة حليته بسعيد يوم جاك أه سناعلت لول رمعة ثاني رمعة ثاني رمعة طيب سهل اللغز يا ابو جrah طيب ثلاثة انا اقول لك طال عمرك هذا اللغز هذا اللغز ايه عبدالله على المقولة هالمشهورة لا أقرأ من الخوف تامن أقرأ من الخوف تامن عبدالله مرحبا يا عبدالله يا مرحبا الله يحيييد المرحبا يا عبدالله أنا اقولahahaha اليك ار 문제가 كاس البطءة كاس البطولة وصلنا لمرحلة الوسط عبدالعزيز مرحبا يا عبدالعزيز الله يرحب لكم مرحبا ومسهلا رامعتك رامعتي العقال إن شاء الله يا سلام 1500 ريال استاهل يا عبدالعزيز 1500 ريال وابو حمد هدفها صح وسط أنا أقول لك هو يقول وينزل على العيد يروحون بعيد لكن هي كتابة اللغز صياغته صياغته أنا أشوفها أبعدت الناس كثير خصصا لما قال ينزل علي عند من ينقله غالي الراش الناس راحوا على الطيب على الجنبية على الهرم على الطيب زين اللي الحل يرجع ثاني الرمع هو لا لا استاهل عبدالعزيز مرحبا 1500 ريال لا لا مرحبا لحدان تشرح اللغز يقول أنا أبين شدك عن رجل من أول ومن تالي يحدد على القمة مكان يناسب له اللي أعقال ما ينحط له على الرأس قمة قمة يقول ينزل على اللي عند من ينقله غالي ما اللي أعقال ما تحط له على رأسك ما تحط له عقالك في يدك ولا أغلى شيء راس أغلى شيء عندك على المطرح اللي في مكان يحدد له ومكانه واضح واضح طيب يعني مثل ما قال كلاقشيوب حامل قاله يمكن ما يل يمكن على الجامل طيب لو مناه وكر الطير لا ليه نحطه على الرأس وكر الطير هو الوكر نحطه على الرأس هو على قمة الوكر لكنهو على قمة الوكر هذه رمع هذه رمع هذه والله ينزل على اللي من ينقل أهغالي من ينقل أهغالي من ينزل على اللي من ينقل أهغالي يعني راس الشخص هو راح الوكر الطير هو راح الوكر من جميع شطراته نلاحظنا في اللغز الأول أكثر المتصلين راحوا على ثنتين على ثنتين مطر وخلوا الشطرات اللي تبعد خلوا الشطر المهمة اللي مثلا راحوا على مساحات السيارة المساحات اثنين راحوا على أقواس أيضا اثنين راحوا على كفة الميزان الإشارات يمين ويسار حجر الرحى باب الكروني هم استوعبوا شطر وتركوا أشطر ثانية متناحسين الأبواب مين متناحسة ولا ولا المساحات متناحسة لكن زين عبدالعزيز قدر يحل اللغز ياخذ معنى 1500 ريال ويستهل بنطرح اللغز الثاني وبنعطيكم مجال وبنطلع فاصل أو اللغز الثالث عفواً وبعدها بنستقبل اتصالاتكم بإذن الله وإن شاء الله يكون عندكم متسع للوصل للحل صعب اللغز الثالث؟ لا متوسط متوسط لحدان أنا أعطي صعب أبو محمد؟ صعب أبو عبدالرحمن؟ صعب أبو سعيد؟ وسط إذن أبو حمد وبسعيد يقولون اللغز وسط أنا أضم صوتي لأبو محمد واللحدان وأبو عبدالرحمن اللغز فعلاً صعب ونطرح لكم اللغز الثالث اللغز الثالث أبو ثامن مشاهدين الكرام من ربع المجلس أبنشدك على رجل صغير يشوفه بعين ولا ينفع ألا كان أبوه يعرف قصده يخدمك وهو ما لهدين ولا رجلين مع أبوه ياتي بس ما ينعرف جده أبنشدك على رجل صغير يشوفه بعين ولا ينفع إلا كان أبوه يعرف قصده يخدمك وهو ما لهدين ولا رجلين مع أبوه ياتي بس ما ينعرف جده متوسط أبنشدك على رجل صغير يشوفه بعين ولا ينفع إلا أن كان أبوه يعرف قصده يخدمك وهو ما لهدين ولا رجلين مع أبوه ياتي بس ما ينعرف جده نظم اللغة عبد المحمد أحيان تقولي أقول سهل أقول سهل هذا بيحلوك الأشطر تركيبة اللغز جميلة جداً وفكرة ممتازة أيضاً محمد جميل اللغز ومضح ومكشوف صحيح ومتوسط مكشوف وصعب ولا بغير مع أبو سعيد برو سهل ترى ناخذ منك جرة ربابة ولدت هون أبو سعيد جرة ربابة إن شاء الله لو أنك قلت سهل كما طلبنا منك جرة ربابة أنا قلت سهل أنا قلت سهل وإخوان بيحلون إن شاء الله يسع ماذا منك ما حليت يا سعيد ما تقولش أحد لا لا أنا مثلي مثل غيري أختي واصي صحيح وإشاء الله سلام عليكم بسيطة موسيقى 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 يا وجدي ويجيب عن حط معروفة هو الله من الموارد ويجيب عن حط معروفة هو الله يا وجدي ويجيب عن حط معروفة هو الله من الموارد ويجيب عن حط معروفة هو الله 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 صح الله لسانك يا بسعيد صح يبدنك شاعرها الله يرحمه ويغفر له ويجيب عن حط معروفة ويجيب عن حط معروفة ما طفحهم في قيعة عقب صباب المخيل الله صابر من صاحبية ومحانبي الوداع مثل صبر عمير بن صاحبه وقتا طويل يا السلام عمير بن عفيشة الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه يردية بينهم بن عمير بن عفيشة الهاج سند عليه العاطلي الله يرحمه يغفر لهم كل جاوزنا عنه أي معني بحافظة طيب عموما منتظر اتصالاتكم إن شاء الله بعد الفاصل توقع خذيتوا وقت كافي للوصول للحل وفالكم التوفيق بإذن الله فاصل وانواصل حياكم الله مشاهدين ومستمعين الكرام بعد هذا الفاصل اللغز آآ الثالث عطونا اللغز خلونا نقراه مرة أخرى للمشاهدين إن شاء الله يقدرون يوصلوا للحل اللغز الثالث ابو حمد أبنشدك على الرجل صغير أن يشوفه بعين ولا ينفع ألا كان أبوه يعرف قصده يخدمك وهو ما لهدين ولا رجلين مع أبوه يعتي بس ما ينعرف جده أبنشدك على الرجل صغير أن يشوفه بعين ولا ينفع ألا كان أبوه يعرف قصده يخدمك وهو ما لهدين ولا رجلين مع أبوه يعتي بس ما ينعرف جده ما له جد طيب أنت ما له جد مثل ما قال مثل ما قال أبو حمد وإن شاء الله تقدرون توصلون للحل ناخذ اتصالات أختنا شريفة من عمان من السلطرة يا مرحبا مرحبا يا شريفة سلام عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته رمضة يا شريفة كيف الحق؟ والله أنا كل متباح البدل ليش؟ المتباح البدل البدل لا والله لا والله أختنا شريفة بعيد والله إذن 2500 ريال في البطارية أخونا علي مرحبا يا علي يا مارخ لو ما سهلا يالله حيه الله يبديك يطول عن ضغطي رامعتك أبوي اللي برا جنبتي اللي برا السماوي هنشد عن الرجل هنشدك عن الرجل اللي برا ما أنث طيب الطلال مرحبا يا طلال مرحبتين يالله حيه آه حييك بديك رامعتك يا طلال الله يسلم الدربيل لا الدربيل لعينين مو بعينة واحدة دينين من قدام دينين ووالله سماوي ولا مو بسماوي لا بس بعد في دربيل وعين واحدة في دربيل وعين صح دربيل وعين داك اللي عينين هنو بعين واحدة حق جديد حتى مو واحد بثم طيب ما أنا 1500 ريال في البطارية من يقال وسط نعم أبو سعيد وأبو حمد نعم طيب أبو سعيد حسة من قراء حمد مرحبا يا حمد مرحبا يلا حيا الله يبجين ألا معه تك يا حمد المنطر المنطر الiat man وكان اللي لا هذا الدربيل المنطر غير ولا الدربيل غير لا هؤلاء عموما ألف ريال ف البطارية ألف ريال ف البطارية ألف ريال ف البطارية معنا فيصل مرحبا يا فيصل شخص محمد محمد م Dayton من يمعنا سماعة الطبيب اه محمد محمد مرحب آبك يا محمد سماعة الطبيب حنا نقول نشدك على الرجل غال صحيح باقي 500 ريال طيب باقي 500 ريال في البطارية يعني اللغز الأول فضة البطارية واللغز الثاني 1500 ريال مني معي؟ فيصل معنا مرحبا يا فيصل يا فيصل حلا بك يلا حيا رمع عليكم رمعتك فيصل القلم القلم غير صحيح راعة ال 500 قرف حمد راعة ال 500 مع فيصل وأيضا الرمعة خاطئة إذا مفضت البطارية 1500 ريال فقط اللي راحت معنا في هذه الحلقة مشاهديننا مستمعين الكرام الحل يا لحدان الريموت ريموت 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 يقول لها بنشدك عن رجل صغير يشوفه بعين صغير الريموت وله عين قدام علشان يوصل توجيه ريموت المكيف ما في عين ترى ما في عين ما في عين ولا يفعل أن كان ابوه عرف قصده يعني عرف لازم يكون مبرمج عليه اي نعم صحيح اذا كان يبت واحد ثاني ما يركب ما يركب لازم ابوه صحيح يخدمك وهو ما له يدين والرقلين صحيح يخدمك ما يخليك تقوم وكانك تغير من غناه لغناه هذه واحدة من فاتح صحيح يقول مع ابوه ياتي بس ما ينعرف جدا طبعا هم ما له جد ابوه هو التلفزيون ما يجلم على التلفزيون ابن شدك على الرجل صغير يشوفه بعين فعلا اللي هي إشارة اللي هي الحمدل إشارة الريموت التلفزيون الشاطن يجده اللي يصر يقرب يمكن اللي يصنعه اللي يورده يبكي يعني الرمعات اللي الرمعات اللي جاد كلها كانت بعيدة المسباح بعيد الأبرى بعيدة أيضا راح حول شطر راح حول عين القلم بعيد مذنما يقولنا مخرجنا أحمد السادة الدربيل أيضا ما لا علاقة ما لا علاقة مع الدربيل مهو أنه يخد بها لكن المنظار قريب رمعه جيد دربيل أربع عيوب هو الواجب تركيز لا بس هو ربط هو ربط ريموت مع أبو في عملية ثلاث الدربيل ما لأبو المنظار نفس الحالة سماعة الطبيب أيضا مثل ما قال له محمد مؤنث والسؤال على شيء مذكر أنا بقول أيوم أقول أن المنظار قريب رمعه قريب لأنه سيعملها الدكتور الدكتور هو عرف قصدي يعني صح ها المنظار هذا السهل بس لها عينين المنظار الطبي عينين عينين داخل عينين عيني عند الدكتور راحوا على عين ذي الأول ما يعرفون المخرج يقول أيضا بعضهم في عدسات أكثر الكل يشارك في هذه الألغاز ممتعة نشاط بس جميل للغزة نعم للفكر محاولة الوصول للحل إنسان يفكر أنا ليه قلت ساهل تنشيط للذاكرة الله يلبيك لا أنا قلت ساهل لأنها رجل صغير يشوفه بعين ويخدمك الله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيته خراب إعادة إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيته خراب نعم فكل بناء قد بنيته خراب يا الله على هذا البيت الشاعر محمد بن إسماعيل الصنعاني ولد عام 1687 وثمانين ميلادي وتوفى عام 1768 وهذه أحد الأبيات بيت من قصائد عدة للشاعر محمد أو الأمير الصنعاني من قصائد كلها مميزة واستثنائية مليئة بالحكمة والمعرفة والتوجيه والإرشاد اخترنا لكم هذا البيت باللغة العربية بيت فيه من الحكمة الكثير والكثير ويقصد أن كل عمل يقدمه الإنسان لابد أن يكون خالصا لله سواء كان في بيتك سواء كان مع زملائك في عملك مع صيقائك أي عمل أي عمل تقوم فيه هدامه بالله صحيح إبوه مالك منه بائدة صحيح يعني وجوده وعدمه وهذه إشارة منه للابتعاد عن الرياء والنفاق والكذب صحيح صحيح الشيبان بدوا لكن عندهم جملات أحيانا في الكلام يقول شيء مهبل الله باطل باطل شيء مهبل الله وهو يقول شيء مهبل الله خراب خراب نفسك جميل الله يرحمه الله يغفر الله وتجاوز عنه وعنه عن أموت المسلمين الحلقة الماضية من أموت المسلمين المعروفين الذي له كتاب عظيم شرح بلغة المرام وهو سبل السلام أكثر العلماء المدينين تتلمذه على هذا الكتاب أجيب سبل السلام هم من اليمن الصنعان الأمير الصنعان ويلقب بالأمير لكن أنا فعلا قريت له عدة قصائد مذهلة جدا لا قصيدة جميلة جدا يمدح فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب في وقته قصيدة جميلة حول إثمالين بيت تقريبا في وقت الإمام محمد بن عبد الوهاب القرن عشر يعني من 200 سنة تقريبا موجود ألف وتسعمائة سبعة وخمسين لا ألف وسبعمائة سبعة وخمسين أي يعني 250-270 سنة تقريبا هولا أيضا أبيات ثانية يقول يا رجائي وهل سواك رجائي أنت سؤالي في شدتي ورخائي كل من في الوجود يرجوك ممن حل في الأرض وعلى في السماعي شاعر خاطم الله نعم فيه ابتهال وفيه توجيه وإرشاد في قصائده وأيضا السهل الممتنع وهذا أجمل ما يكون في أغلب قصائد الشاعر الأمير يعني جايف الوسط مفهومة للجميع بين العربية وبين النبطي صحيح صدك وهذه من قوة قبل ما نختم ناخذ جرة ربابة من أبو السعيد الحلقة الماضية أخذنا مننا ثنتين وقالوا ليش ما خذيته الثالثة الحين بناخذ الثالثة من أبو السعيد ولا أربع ما في مشكلة ولا أربع ما عندنا وقت الوقت يدعمنا أبو عبد الرحمن الرابع على أبو عبد الرحمن دراسة درمي نفعل غير ما في قصائد أمر عليك يا أبو السعيد إليك خضرين وإحنا بكما ذي من عواعك وجوعي قينها عواما أضروح عوائي الجنين لقام يقلبها يقويل عنه غير مشارعه محروق ولا عشاه جلل موسيقى أرضي الخرامة وقهني أن عيسى توقي موسيقى بس الجوج الخالياتها والعين موسيقى 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 إعدي بيا قلبował صعب له موسيقى دائما سجعل م contributions موسيقى اشتركوا في القناة سعيد محمد أبو صباح وكذلك الشكر موصول لكم مني ومن فريق العمل وإلى أن نلتقي معكم بإذن الله الأسبوع المقبل نترككم برعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة